بالحقيقة لازم نبديه ابتداء عدم وجود الثقافة أو عدم وجود الوعي بهذا القضية لا يمنع أن نباشر أنا أعتقد العراق مقبل على شيء كبير حتى على مستوى الاستثمار مستوى العمل إذا تلاحظون البناء الذي يصعد في العراق الشركات التي تشتغل العراق ستغير وجه أنا أعتقد العراق في عام 2030 هو غير العراق في عام 2020 أنا من خلال اللي جان أنا فيها في داخل الدولة دع أشوف هذا إحنا ممكن نبدي ببداية وعدة نبدي بالبدايات مثل الشركات المسجلة إحنا عندنا كثير من الشركات المسجلة سواء في القطاع الخاص في مختلف مجالات الصناعية، الزراعية، التجارية، البناء غيرها النفط، الكهرباء حقيقة كثير من الشركات هذه الشركات هنبدي بها نبدأ نحاسب على الموضوع بعد ذلك الروح للي قلته صاحب البسطة أو اللي يشتغل في سوق شعبي هذا حقيقة آخر من نصل إليه وهو راح هو واحدة ييندمج مع الموضوع من يشوف أنه في الشركة في الشركة اللي يشتغل بها أخو أو أبو أو صديقه بداية يسلم تقاعد بداية تحسن وضعه بداية تحسن اقتصادياً بداية الساعة هو راح يتجه ويقول لك أنه أنا خلاص أنا بكرة وضع صحي ما يساعدني أنه أشتغل بالشارع فبالتالي الضمان إليه أنا أعتقد أنه عندنا بدايتين البداية الأولى أنه نوعي مثل ما قلت أنه نشتغل على هذا الموضوع ونحن عندنا قطاع خاص نوعين عندنا قطاع خاص يعني من يعمل في مؤسس يعني يعمل في شركة في معمل في مصنع ونشتغل منها أشياء أولا أوك واحد يشتغل وحده فهذه واحدة الثانية بالحقيقة إحنا يرادلنا أنه أيضاً خطوة أخرى وهي أنه نسجل كل شيء يعني كثير من المحلات كثير من المهن اللي دي يشتغله هما مسجلة يعني هو سبب مناسبة هسا أنا نفترض أنه صاحب محل أو صاحب دكان وعندي عامل يشتغل أريد هذا أسجده برعاة اجتماعية بضرورة لازم أناش يكون عندي أنه أنا المكان عملي مسجل فبالتالي أنه هل سيتهربون لأنه صاحب العمل ملزم بإعطاء جزء من التقاعد هي هذه القضية يعني هسا مثلاً وزارة العملي تقول لك أنه أنا ما عند مفتشين أنت من تبدي السجيل وتضغط بالتسجيل بديتش الساعة راح تجيك واردات وبالتالي المفتشين هسا مثلاً في هيئة الضرائب هيئة الضرائب أطوا للمخمن أو لصاحب اللي يخرض الضريبة أطوا سلطة تخمينية هذا سلطة تخمينية قد تصعد وقد تنخفض لكن في مقابل ذلك شو يحصل هو إلى جزء من العملية فكلما زاد المبلغ الخاص بالدولة زادت نسبته هو يبقى هماتين هو يشتغل في داخل جسم الدولة الفكرة وين؟ الفكرة أنه هذا المفتش يعرف أنه كلما جاء بشغل هسا مثل المفتشين البلدية الشغل اللي يجيبه بالتالي أنه يدعم قطاعاتنا يعني في كثير من الخدمات تعتمد على تفتيش فاعتقد هي عملية متوازية مع بعض يعني أنت زايد المفتشين رح تجيك واردات أكثر رح تفيد الناس اللي يشتغلون في هذه الأماكن وبالتالي أنه حتى تروح مع وزارة تجارة مثل مسجل الشركات شوفين تسجل هذه الشركات فبالحقيقة يراد أنه جهد حكومي وأعتقد هي أطلاقها مبادرة ونشتغل عليها خللنا ننجح بخمسة بالمئة خللنا ننجح بخمسة بالمئة صعودا حقيقة أنا ما توقع نحن ما عدنا عصى موسى حتى كنتش يتحدث